بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة معاكم دكتور محمود حسين عشان نكمل الـ soil stabilization أو تثبيت الطربة واحنا استكمالا للجزء الأولاني اللي هو إزاي نحسب الـ effective stresses بتاع الـ soil هناخد الجزء الثاني أو part 2 من chapter 4 اللي هو الـ mechanical properties of soil ألا وهو إزاي نحسب الـ effective stresses بس case of sewage أو لو فيه عندنا تصرب للمية طيب يبقى الـ part بتاعنا how do you calculate the effective stresses بس عندنا sewage لازم الأول نعرف يعني إيه sewage يعني تصرب sewage it is the process of water flows through soil بس ببساطة خالص المقصود بيها هي عملية صرايان المية خلال التربة طبعا هي ما بتمشاش خلال التربة بالزبط نحن بنتكلم أنها بتمشي في فراغات السويل نفسها طيب هناخد شوية افتراضات assumption for dealing with sewage ايه هما الافتراضات اللي احنا نتكلم فيها عشان ما نيجي نحسب الـ effective stresses أول حاجة هنفترض أن layers of soil are homogeneous يعني متجنسة تاني حاجة ان laws of hydraulic are applicable يعني مطبق فيها القوانين بتاعة الهيدروليك كلها يعني في دقة معقولة طيب انت عرفت كده السيبيج اللي هو التصرب ايه المقصود بقى بالسيبيجي بريشر او ضغط التصرب بنقول يبقى هو عبارة عن ضغط من الماء المبزول فين؟ في الporous material لازم تكون المواد بتاعتي مالها مواد permable يعني مواد ليها نفازية على الاصل والطربة نفسها بتحصل فيها ايه؟ بتبتدي تتصرب فتصرب الماء دي خلال الفراغات ديك بيسموها السيبيجي مين؟ بتعمل ايه؟ سيبيجي بريشر او بتعمل ضغط للتصرب طيب ده السؤال اللي احنا قلناه في الاول اللي هو تعريف السيبيج والسيبيج بريشر لكن لو هاتين نحسبه بقى هنحسب ازاي السيبيج بريشر وازاي نحسب لما يبقى في عندي سيبيجي فاحنا هنتكلم لو ما فيش فلو لو ما حصلش فلو في السوريد ازاي احسب البريشر وازاي احسب الافكتف استريس فاحنا نتكلم في كيس واحد دلوقتي لو قلت لك مفيش سيران امتى مش يحصل سيران؟ لو ارتفاع المية هنا نفس ارتفاع المية هنا زي ما انت شايف المية هنا ارتفاع حوالين السايل طول السايل والاتش ده ارتفاع المية فانا لو عايز احسب الضغوط مفيش سيران ليه؟ مفيش فرق في الهد هنا فلو قلنا عند المستوى بيه اللي هو اللي تحت خالص دينا عايز احسب لسا قايلينها في البرت اللي فات عندي ال اللي بتاعت السايل في الجاما ساتيوريتد وعندي الاتش في جاما مين والبول ووتر بريشر خلاص ال زائد اتش في مين في جاما ووتر يبقى الافكتف عبارة عن ايه؟ سيجما ناقص مين يو يبقى السيجما داش لو انت حسبت زي ما اتفقنا المرة فاتت جاما ساتيوريتد ناقص جاما ووتر بجاما ساب ميرجد هتلاقيه طلعلك ال في مين في جاما ساب ميرجد ده الضغط تحت عندي هنا خلي بالك ال في جاما ساب ميرجد هو ده الافكتف مين استرسيز اما ليه المثلس الكبير اللي انت شايفه دوت اللي هو ال زائد اتش في جاما ووتر ده عبارة عن اه؟ ده البور ووتر بريشر ودي الافكتف استرسيز السؤال بقى لو انا عايز اخد عند اي مسافة من الطربة ارتفاحها زد عايز اعرف التوتال استرسيز قد ايه؟ عند النقطة ديت مثلا النقطة ديت اللي هي على عمك مين؟ زد طبعا نفس الكلام زد في مين؟ في جاما ساتيوريتد زائد اتش في جاما ووتر طيب واليو اللي هو البرور ووتر بريشر زاد اتش في جاما ووتر والافكتف استرسيز اللي هو السيجما نقس يو هتلعلك بالاخر زد في جاما مين؟ زد في الجاما ساب مرجل اللي هي القيمة بتاعت الافكتف استرسيز طيب شكرا